عليها عرض هذا ما سوي تخفيض هذه رغبة لابد أن نفرق ما بين الحاجة والرغبة بعد ذلك ننطلق المرحلة الثانية زي ما قلنا نحاول في قاعدة مهمة جدا استاذ خالد 50-30-20 الشيء 50-30-20 50-30-20 أقسم أنا دخلي إلى 50% منه ولا تزيد عن هذه النسبة للمصاريف الثابتة الثابتة إذا كان عندي قص سيارة إذا كان عندي عمالة في المنزل إذا كان عندي رواتب للأبناء إذا كان عندي إيجار كل هذه تكون 50% فقط لا تزيد عن 50% بأي حال من الأحوال يكون عندي 30% للمصرفات المتغيرة أشياء المتغيرة المأكل والمشرب يختلف من شهر إلى آخر التسوق يختلف من شهر إلى آخر لا تزيد عن 30% يظل عندي 20% طيب بس في 30% هذه لو ما كان فيه تسوق أو ما كان فيه أكل هل ممكن أصرفها في 50% أو أن تبقى مدخرات إلى أن أنت ما احتجت هذا الشهر ممكن تحتاجها بعد شهر أو بعد شهرين فلا تتغير في نسبة 50% جميل هذه 80% اللي 20% الباقية 20% أما أنها كنا تكون جميعها أدي خار أو 10% أدي خار و 10% استثمار طيب إذا أنا واحد راتبه قليل نقول له استخدم هذه القاعدة طيب واحد راتبه كثير عالي نقول له أصرف منه 50% لا إذا واحد راتبه مثلا يعني غير واقعي واحد راتبه 100 ألف نقول له أصرف 50 ألف مصاريف ثابتة لا غير صحيح فبإمكانك تأخذ تقلل الجزء بس لا تتجاوز 50% تحت أي ظرف من الظروف وأحاول أنه أنا يعني أكيف دخلي على هذا الشيء نجد كثير من الناس مثلا أصداد خالد وخوان المشاهدين أنه يشتري جوال بمبلغ معين كبير وليستفيد من جميع خدماته هل أنت في حاجة لهذا الجوال أنت بإمكانك تأخذ جوال بثلث هذه القيمة ويفي باحتياجاتك يقول لك لا أنا محتاج جوال في السعودية نعم الجوال في السعودية من الضروريات ومن الحاجات التي لا تستقيم وليس بالسعة التي تبغاها وليس بالنوعية وليس كل سنة غيره صحيح طيب حسب خبرتك ومجالك أنت مدرب وتشتغل مع ناس كثير يستشيرونك كم نسبة السعوديين اللي يطبقون هذه النسب اللي ذكرتها والله شوف أستاذ خالد أنا ما عندي نسب قايمة عن طريق دراسات ولا أقابل إلى الناس اللي عندهم المشكلة هذه في الاستشارات وفي الدورات التدريبية ففي عندي أنا مثلا في برنامج نقدم عن طريق مؤسسة وقف الحصال وهي مؤسسة خيرية تقدم رفع الوعي المالي في التخطيط الأسري والميزانية الأسرية في عندنا برنامج نقدمه فيه زي ما تقول استبيانة أو فيه تمرين لمداخلك كلها وجدنا أنه كثير من الناس ما يعرف كل مداخله أو في مداخيل لا يحسبها من المداخيل مثلا تلاقي عنده راتب بينما هو ساكن مع أبوه وابوه يدفع الفواتير هذا أيضا نعتبر نحن ندخل لك مش هذا دخلك فقط أو يكون عنده إيجار ويجي إيجار يقول لك لا أنا هذا لا يجب أن نحسب كل المداخيل ثانيا المصرفات في أحد البرامج قدمتها ل يعني رجل وزوجته دورة هذه فجأني أحد الحضور فيقول لي دكتور أنا 30% مرات برايح على البيتزا أنا استغربته والشيش البيتزا هذه فقال لي لا يعني 30% مرات برايح إحنا أكل نجيبه من برا هذا شيء غلط قلت له لا يعتمد أنت عندك مطبخ في البيت قال لي إيه قلت له جاهز ومجهز قال لي إيه والثلاجة مليانة قلت له لا هنا فيه غلط إذن وجد أنه فيه مصرفات هو يصرفها في الأكل زايدة عنه الطبيعي يعني يطلق في الأسبوع ثلاثة أربع مرات في آخر الشهر طلعي 30% شكل من دخله بينما هو بإمكانه لا يمنع نفسه إحنا ما نقول لناس امنعوا نفسكم ولنهم وللناس قصروا جميع جيت على الجرح اللي قولته الآن قيم السخاء والكرم وترفيه النفس بدخلها مع الكرم هل هذه عوائق أمام الدخار والوعي والاستثمار المالي عندنا في المجتمع؟ أحسنت هذه من الثلاثين في المئة اللي ذكرت قبل شيف القاعدة خمسين ثلاثين عشرين ثلاثين في المئة فيها ترفيه فيها تسوق فيها استمتاع فيها نعيش حياتي ولكن لا أعيش حياتي أنا بشكل أكبر من دخلي وهذا المشكلة اللي نحن نواجهها يعني يجد واحد شاب صغير للساعة متعين يروح يقصط لي السيارة أنت محتاج مواصلات هذا شيء ضروري بمكاننا نقص السيارة بسبعين ألف بمكاننا نقص السيارة بثلاثمائة ألف ليش تقص السيارة بثلاثمائة ألف محتاج الساعة معنا الآن تستقيم الحياة بدون ساعة لأن جوالاتنا كلها فيها ساعات لكن يقول ما يمنع لكن لا تروح يسير الساعة غالية وتقصطها الناس يسافرون أبغى سافر زيهم كل واحد حسب ظروفه طيب كيف نستطيع أن هل في أهمية لوجود مستشار مالي أكون دائماً على اتصال معه يعني في البداية حضور برنامج تدريبية زي ما قلت لك عن طريق مؤسسة وقف الحصالة متابعة تويتر برنامج إكس دائماً يضعون هذه النصائح في البداية أنت أفهم المفاهيم ويبدأ تطبقها وأرجع أقول هناك ليس فيه نموذج ثابت لجميع الناس النموذج الناجح معي قد لا يكون ناجح معك ساد خاد قد لا يكون ناجح مع أحد المشاهدين أنا أستطيع بعدين يعني أصمم النموذج اللي بفيدني أنا وفعلاً بخلينا أعيش أنا في العشرين ثلاثين خمسين ولا أكون في ضائقة مالية لأن أشكاليتنا دائما في ضائقة مالية ونتجه إلى القروض أو إلى الكريدت كارت وهذه اللي تحطنا في مشاكل دكتور سالم اسمح لي بهذا الفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا ونساونا مستمر مستمرين في حوارنا عن ثقافة الاقتصاد المالي مع ضيفنا الدكتور سالم بهمام دكتور ودي نتحدث عن تأثير وسائل التواصل ونماذج وسائل التواصل على قيم الاستهلاك عند الفرد السعودي كيف تشوفها؟ والله أنا بالنسبة لي أستاذ خالد أنا أشوفها العدو الأول لأنه مطالعة المشاهير للحظات شيء معينة من حياتهم لعدم معرفتنا حقيقة بوضعهم المالي ونشوفهم يسوون هذا يعني يخلي عندنا الرغبة الكبيرة في ممارسة ما يمارسونه وشراء ما يشترونه بغض النظر عن مداخيلي أنا ووضعي المادي فهذه لها تأثير كبير أيضا التطبيقات التطبيقات التسوق الموجودة هذه وخصوصا أنا دائما أقول بناتنا واخواتنا دائما قاعدة في البيت فاضية تفتح وتشوف وتحط في السلة تحط في السلة تقول لك وتشتري فدخلنا في اشتراء اللي هو بناء عن الرغبة أنا في عندي مقولة دائما أقولها لا تشتري ما لا تحتاجه اليوم لكي لا تبيع ما تحتاجه غدا الله لأنه إذا أنا اليوم قاعدة أشتري أشياء ما أرغبها بكرة بتمر علي ضائقة أو ظرف طارة ما عندي ببيع اللي تحتاجه فببيع اللي أحتاجه فأقول دائما لا تشتري ما لا تحتاجه اليوم لكي لا تبيع ما تحتاجه غدا طيب أدي أسألك عن أجدادنا بأن أجدادنا قد يكون تأثر بهذه الوسائل والأدوات هل أجدادنا كانوا أكثر وعيا ماليا مننا سؤال مهم سؤال مهم سؤال مهم سؤال مهم سؤال مهم شكرا على طرحك لهذا السؤال الظروف المالية التي كانوا يعشونها آبائنا وأجدادنا كانوا يمر بضواء أقمالية وليس الوضع كما نعيش الآن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيده محمد بن سلمان من رفاهية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما كانوا يقومون به وما كانوا مقتنعين به بالقيم والمعتقدات والعدات جدا ناجح ولا يمنع أن ننقل هذه القيم والمبادئ ونطبقها الآن مع العولمة التي عايشينها لأنه في النهاية يقول لك زي ما تفضلت ذكرت في مقدمتك الرائعة القرش الأبيض يفيد في اليوم الأسود وهذا ما نتكلم عليه اليوم بنفس المبدأ ولكن بلغة جديدة أو بتطور مع تطور التي عايشين نحن الآن نقول الادخار 20% 20% للظروف الطارئة في المقابل دكتور في من يقول أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب في الحديث المتفق عليه أن الملك يدعي لملكان اللهم أعطي كلها منفق خلفة وأعطي كلها ممسك تلفة كيف نجمع بينها هذا الأصل أنا هل باب الصدقة من مدخول الشهري سوف يؤثر في وضع المالي أبدا هل الزكاة إذا عندي مبلغ ونزكي هل يقلل ما نقص مالهم من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فهذه الأمور بالعكس هذه الأمور ما هي مساعدة وأكبر داعم للتخطيط وضع ميزانية مالية لمناسبة صلة الرحم وعلى رأسها البر بالوالدين الزكاة الصدقة وعوامل كثيرة كم تشكل ولا تشكل شيء أنا يعني تجي عند واحد تقول له مثلا تبرع بريال يوميا علشان تدخل في حديث رسول صلى الله عليه وسلم الله ما أعطيك كله منفق خلفة وعطي كله منفق خلفة في اليوم ريال بينما تجد الأخ هذا ما يقوم بهذا العمل يقوم بعملا آخر كل يوم ممر على محل من الكوفي واشتري له كوفي بـ 20 بـ 25 ريال هو رايح للمكتب وهو راجل للمكتب صرف لـ 50 ريال لو تحسب اشرب قهوة لكن في الدراسات اللي طلعت أنه كوب القهوة اللي تشري من 15 إلى 25 ريال حقيقة هو يكلف من 3 إلى 4 ريال أنا ممكن بالتخطيط فقط أشتري الجهاز هذا أنا عندي في البيت وصير أنا أسوي لهذا القهوة هي خطط فقط افهم فقط وشكل النموذج الذي تراه مناسب ما كان يقوم به الأجداد هو صح بآليتهم وستراتيجيتهم في هذا الوقت طيب هل نستطيع أن نقوم به الآن نعم بستراتيجيات الوضع الحديث بستراتيجيات دكتور سالم شكرا جزيلا لك وحضورك أعطيك ألف عافية الله يعافيك وأنا سعيد بتواجد معكم اليوم ويتم أني أكون قدمت شيء مفيد للمشاهدي شكرا لك